تابع وزير التنمية المحلية محمود شعراوي الجولات الميدانية التي قام بها متدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب دفعة الشهيد أحمد المنسي بمحافظتي القاهرة والجيزة لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الجولة تهدف للتعرف على طبيعة العمل الميداني والمشروعات المهمة الجارية إلى جانب التعرف عن قرب على أليات العمل والمعايشة الميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بالقاهرة والجيزة يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب لتوفير التدريب الميداني بالمحافظات لمتدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة من مختلف الدفعات